بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هناخد آخر جزء في شابتر 2 اللي هو بارت 7 وهنتكلم فيه عن آخر حد من حدود أتر بير أو أتر بيرج لميت والحد ده اللي احنا بنسميه الشرينكيج لميت ايه تعريف الشرينكيج لميت زي ما احنا تعلمنا نقدر نعرفه من العلاقة اللي احنا رسمناها في أول بارت خالص قلنا هو عبارة عن ايه هو وتر كونتنت الذي يفصل بين مين بين الحالة الصلبة والحالة الشب صلبة للتربة ده التعريف اللي احنا قلناه قبل كده تعريف فيزيائي لكن الشرينكيج لميت ليه خاصية أخرى مش موجودة في اللي كود ليميت والبلاستيك لميت او الحدين اللي فات وايه هم لو تذكروا ان احنا كان عندنا في علاقة ما بين الووتر كونتنت وما بين الفوليوم ايه الي بيحصل الووتر كونتنت كل ما بقلل الووتر كونتنت الفوليوم بيحصل له ايه بيقل معايا شوف الوطر كونتنت بيقل لحد ما بيجي عند حد معين الحد ده هو ده الشيرينكش ديمت لاحظ ان انت لو قللت الوطر كونتنت الفوليوم بتاع ماله ثابت فالحد ده هو ده الشيرينكش ديمت يبقى هو الشيرينكش ديمت هو برضك في الاخر ايه وطر كونتنت ان انت لو نقصت عنه المحتوى المائي لا يصاحبه نقص في الايه في الحج ده التعريف الفيزيائي الاصيل بتاع الشيرينكش ديمت هو عبارة عن موطر كونتنت اذا نقصنا المحتوى المائي عنه عن الوطر كونتنت لا يصاحبه نقص في الحج ده التعريف الفيزيائي لو انا عايز اجيب التعريف المعملي اجيبه ازاي كلام ده بيحصل عن طريق الطبقين دولت اللي هما بيسموهم شيرينكش ديش او اطباق اللي انكماش اطباق اللي انكماش اللي بيحصل ان هي بحط فيها السويل وبتنكمش فيها السويل بعد ما بحطها في الفرن بيبقى معاها لوح بلاستيك فيه 3 مصامير رفيعين جدا وهنعرف ايه لازمتهم في التجربة وبيبقى فيها معاهم بوتقى من الايه من الاستان السي وبنتقى من مين من البورسلين وفي ديت السكينة اللي انا ببتدي اقلب بيها السويل مع المية وده مخبار بحط فيه المية واهم حاجة ان يكون معايا مع الجهاز دوت ها اتش جي او زئبق ازازة فيها زئبق ومعروف ان الكسافة بتاعت الزئبق ديت قيمتها بكام ب13.6 من 10 طن على المتر الايه المكعب دي كسافة الزئبق طيب بنشتغل ازاي او بنعمل ازاي تجربة الشرينكيجليات قبل ما نقول بتتعمل ازاي هقولك ايه الفكرة ببساطة خالص عنها عن التجربة دي التجربة دي ببساطة خالص ان انت لو جبت تربة كويس وعارف وزنها وحجمها وحطتها فين في فرن ايه اللي هيحصل وزنها هي ايه اللي عشان المية راحت الطربة دي كان فيها مية هنا مابقاش فيها مية يبقى وزنها قال هاتلي وزنها وهاتلي حجمها هو دا للتجربة هي دي التجربة فقط لغير تجيب وزن الطربة وحجم الطربة قبل الفرن وبعد الفرن تجيب وزنها وحجمها بس الكلام دا هنعمله ازاي يعني الكلام دا هنشتغل به ازاي تعالى نشوف المرحلتين اللي هم قبل الفرن وبعد الفرن هنجيبهم ازاي اول مرحلة ايه مرحلة مين قبل مين الفرن قبل الفرن تعمل ايه تروح تجيب الطبق الانكماش ده وتروح توزنه ده ده بلي واحد وانت عارف حجمه يعني لو حطيت فيه طربة طبعا الطربة دي لازم نجهزها طب نجهز الطربة ازاي زي ما تعلمنا في التجربتين اللي فاتوا هنجيب الطربة ونحطها في الفرن درجة حرارة مية وخمسة مية وعاشرة درجة موية لمدة 24 ساعة وبعدين نبتدي نطحنها ونخليها ايه تمر من منخ الرقم 40 بقت عندي طربة احط عليها شوية مية كتير كده لحد ما تبقى في حالة سائلة واملى بيها الطبق بتاع الانكماش دوت كله كده يتملي زي ما انت شايف واجيب دابليو اتنين لو طرحتهم من بعض هجيب الدابليو الاولينية بتاعة الصيح وفي نفس الوقت لما الطربة ملت الحجم يعني عرفت الفي مين انشيال بتاعة الصيح دخلت المرحلة التانية اللي هي بعد مين بقى بعد الفورن المشكلة في ايه اه هي الطربة حصل لها كشت يعني عملت بقى شكلها عامل كده هاوزن الطبق بالطربة يبقى ده دابليو تلاتة واطرحه من دابليو واحد يبقى جبت الدابليو مين اس يبقى انا عرفت الدابليو اس بتاعتي وعرفت الدابليو اي بتاعتي يعني وزن طربة قبل الفورن ووزن طربة بعد الفورن ده حجم الطربة قبل الفورن فين بقى حجم الطربة بعد الفورن اللي هو ده اجيبه ازاي ده صعب جدا ان احنا نجيبه نحنا نقيسه وصعب ان انا احطه مية احطه في مية عشان هيديني مين ال V S وفيه فرق ما بين ال V S وال V dry ايه الفرق ال V S دي ده حجم الحبيبات الصلبة بس لكن ال V dry ده عبارة عن حجم الحبيبات الصلبة وكمان حجم مين الهوى اللي عندي ففيه فرق ما بينهم طب السؤال بقى ازاي اجيب ال V dry دي ده هيبقى عن طريق مين عن طريق الزقبك اللي احنا بنقول لازم يكون معايا وانا بعمل مين التجربة تعالوا نشوف ازاي الزقبق يجب لي الحجم بعد محطيته في الفرن نبص كده كويس ايه دوت اه انا جبت التربة بتاعتي ماشي اللي هي عاملة كده وملت البوتاقة ديت بالايه بالزقبق وروحت احطت عليها مين يعني البوتاقة هيت كبيرة رحت ماليها هنا بمين بالزقبق وحطت عليها الصويل طبعا التربة الكسافة بتاعتها أقل من كسافة مين الزقبق فهتطفو عليه بالشكل اللي انت شايفه هنا فاروح عاملي بقى اروح جايب مين اللوح البلاستيك ده اللي هو فيه 3 مصامير واروح ازقق مين الصويل زي ما الراجل ده اه اديت 3 مصامير رحت ازقق الصويل لما بتيجي تزقق التربة بالشكل دوت ايه اللي يحصل بيقع هنا شوية مين زقبق شايفين الزقبق عشان كان مال ايه انا انت حطيته كده هوت فاي اللي هيحصل هتزقق ده هنا كده فالزقبق هي ايه هيقع يقع فين في البوتقة اللي هي الايه البورسلين او زينو يبقى انا هروح اجيب وزني مين الزقبق جبت وزني الزقبق طبعا انا عارف كسفت الزقبق بتساوي ها بتساوي حجم وزن الزقبق على حجم مين الزقبق طيب السؤال بقى انا عارف دي ب13 و16 وزن الزقبق اللي هو المزاح اهو يبقى اقدر اجيب الفي بتاعت الزقبق ولا لأ الفي بتاعت الزقبق او حجم الزقبق المزاح ده هو ده حجم مين الطربة اللي زحته اللي هو في دراي يبقى انا جبت الفي دراي ولا لأ وهو ده اللي انا عايزه اجيب في دراي بتاعت الايه الصائل طيب كده يبقى انا عرفت ازاي اجيب وزن وحجم الطربة قبل ما تخش الفرن وزن وحجم الصائل بعد ما دخلت مين الفورن يبقى ازاي يجيب الشرينكش لمت ادي القانون بتاع الشرينكش لمت بيساوي الووتر كونتينت انشيال ناقص الفي انشيال ناقص الفي دراي على الدابل يو اس في الجامع ووتر الووتر كونتينت انشيال يجيبها ازاي مش انت عندك الدابل يو انشيال اه قبل الفورن يعني ناقص الدابل يو اس اه لايه بعد الفورن على الدابل يو اس خلاص جبت مين الووتر كونتينت انشيال ال v initial عندي وال v dry دي بتاعت مين بقى الشغل كله بتاع ال hg او الزقبك والجامع وطر عندي وال ws بقدر اجيب الشرينكيج لمت بتاعتي بالشكل اللي انت شايفه او بالقانون اللي قدامي دو طيب ده لو انا عايز اجيب الشرينكيج لمت في المعنى طيب لو انا عايز اجيب الشرينكيج لمت حسابي في مسألة مثلا اقول له خلاص بقى احنا عرفنا اللعبة عارفين في ال liquid limit قلنا ان ال s في ال e بتساوي ال g s في مين في الوطر content والs عند الشرينكيج بكام بواحد يبقى ممكن اقول ان الشرينكيج لمت بيساوي ال e على ال g s بس خلي بالك مش اي e ال e بتاعت الشرينكيج لمت عشان زي ما احنا اتفقنا ان ال e بتاعت الشرينكيج غير ال e بتاعت الليكود غير ال e بتاعت البلاستك غير ال e اللي ما بينهم لكن خلي بالك من ملحوظة مهمة جدا بعد الشرينكيج لمت ال e هتبقى مالها ثابتة لكن كل هنا ال e بتاعت مالها مختلفة عشان كده قلت الإي بتاع الشرنكيج على جي أس جيبت الشرنكيج يديك القانون بتاع الشرنكيج بيسوي جاما وطر على مين على جاما الراي ناقص واحد على جي أس أو الSpecific Gravity يعني الشرنكيج جيبت الشرنكيج divided gamma dry minus 1 divided gs بتاعتي كده يبقى احنا خلصنا الثلاث حدود بتوع أتر بيرج اللي هما liquid limit والplastic limit وال shrinkage limit ممكن بعد كده نقدر نجيب مين ال consistency index او محددات القوام محددات القوام هما ثلاثة اول واحد اللي هو ال plasticity index اللي هو ال pi ده ده بيسوي liquid limit نقص مين plastic limit واحنا عرفنا خلاص نحسب liquid limit او نرسمه او نجيبه من التجربة ازاي وال plastic limit نفس الكلام لو انا عايز اجيب liquidity index liquidity index او محدد السيولة عبارة عن water content نقص ال plastic limit على ال plasticity index ال plasticity index اديك انت اجيبته وال plastic limit عرفها وال router content بتاع السويل وهنا ممكن اجيب لك سؤال في الامتحان اقول لك امتى ده يبقى negative ما هو ده السؤال امتى ده يبقى negative طبعا واضح جدا ده يبقى negative امتى لما ال plastic limit اكبر من مين من router content طب وده يحصل امتى فاكرين الرسمة اللي احنا رسمناها ديت لما عملنا كده وعملنا كده وقلنا ده مين ده الشرينكيج وده البلاستيك وده مين الليكود صح امتى بقى ال water content او ال plastic limit تبقى اكبر لما التربة تكون هنا او هنا يعني ايه التربة هنا وهنا يعني التربة تكون في حالة مالها شبه صلبة او في حالة مالها صلبة لكن هنا تبقى في حالة مالها لادنة وهنا حالة مالها سائلة ما دي الحالات اللي اربعة بتاع الصويل فامتى ده يبقى نيجاتيف لو التربة في حالة شبه صلبة او في حالة ايه صلبة نفس الكلام هينطبق على مين عن ال consistency index او محدد القاوم اللي هو c i عبارة عن liquid limit نقص water content على مين على ال plus c index اتفقنا ال plus c index انا اجيبها من هنا ال liquid limit عرفتها خلاص من طريق كازا جراند او من القانون اللي احنا خدناه يتفضل لمين liquid limit ده بتاعة الصويل نفس الكلام ده انت يبقى نيجاتيف ده على طول نيجاتيف لما الوطر اكبر من مين من ال liquid limit وامتى الوطر كنت يبقى اكبر من ال liquid limit لما التربة تبقى في حالة مالها سائلة او في حالة liquid والتربة لما تبقى في حالة سائلة بيبقى الشيري سترينس بتاعها ضعيف وبتبقى تربة غير قوية يبقى احنا بكده خلصنا الشابطر اتنين في القرص بتاعنا اللي هو soil stabilization والى اللقاء في شابطر 3 ان شاء الله شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته